أهلاً بكم معنا من جديد في ملفنا الثاني في هذه الليلة نصالف الضوء على الكويت والقرارات الأميرية التي لا تزال تتصدر المشهد في البلاد بعد حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات قرارات تؤكد أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لا يريد إضاعة المزيد من الوقت والصبر على برلمان يقوم على فكرة التعطيل ويتعامل مع الحكومة كخصم وليس كشريك في مهمة مهوض بواقع البلاد التي كانت مرتهنة لصالح أجندات خاصة وصراعات محتدمة بين دوائر نفوذ فكيف ستنعكس قرارات أمير دولة الكويت الجديدة على مستقبل البلاد ومن هي القوى التي تسعى لعرقلة المسار الديمقراطي والإصلاحي بناء على أجندات خاصة التقرير التالي يرصد لكم المواد الدستورية التي طالها القرار الأميري في الكويت القاضي لحل مجلس الأمة ونعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبسيط لماذا حل أمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح مجلس الأمة الكويتي سمو الأمير علق الجرس أخيرا هناك صوت أخير هو صمام الأمان للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولذلك سمو الأمير اتخذ قرارا حازما وحاسما لوضع حد لتردي الأوضاع السياسية التي انعكس الأمر فيها على كل الحياة في الكويت نعم أستاذ عبد العزيز ماريو كما ذكر ضيفنا من الكويت الكويت لها تجربة فريدة أو متفردة قليلا عن بقية دول الخليج نظام حكم مزيج بين النظام البرلماني والملكي وتجربة فريدة وكان فيها تقدم سياسيا وثقافيا واجتماعيا أيضا عن باقي دول الخليج ولكن هذه المسيرة هذا المسار تغير هل القرارات الأميرية الجديدة بتعليق عمل بحل المجلس وتعليق العمل به وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات هو التعديل لهذا المسار تغير هو كما يتضح لأي مراقبة واستجابة للتملم الشعبي من الطريق المسدود في مسار التنموي الكويتي والاستقرار السياسي والسلم الأهلي وصلت الأمور في الكويت إلى تحدي السلطة الأمير والذي هو حسب الدستور وحسب النظام الكويتي هو المرجع الأخير في التجربة الديمقراطية الكويتية ولكن هذه التجربة تم العبث بها عبر تنظيمات إسلاموية وتعصبات حزبوية طائفية قبلية بكل ما يمكن وصفه من العبث السياسي المراقب الخليجي حينما كان ينظر للتجربة الكويتية كان يعجب بها ويرى أنها مثال وقدوة في المستقبل ولكن للأسف أثبتت هذه التجربة الكويتية أن مصير التعاون ما بين أطراف اللعبة السياسية في مجتمع غير مكتمل توعويا سياسيا والتجربة لم تكتمل بشكل جيد لأنها تم الإساءة استخدام السلطات فيها استخدام اللعبة الديمقراطية لا يوجد توافق سياسي وهذا أهم شيء في أي لعبة دمقراطية توافق سياسي كلامك مهم جدا كما ذكرت وحالني هذا على نظرية تقول أن المراقب لوضع الدول العربية أن الملكيات أكثر استقرارا من الجمهوريات إلا في الكويت إلا في الكويت الكويت يعني كان فيها نموذج شيء مختلف مزيج كما ذكرت بين النظام الأميري أو الملكي مع انتخابات وبرلمان ودستورة رغم عدم وجود الأحزاب سعة صدر الأسرة الحاكمة في الكويت وأيضا إيقانهم بالعقد الاجتماعي ولكن هذا يحلنا كذلك إلى نظرية أخرى لا أعلم إذا كان ممدى صحتها هل نحن غير جاهزين للديمقراطية للحرية؟ هذا جدل يعود مرة مرة أخرى للأسف نعم والسبب وجود مثل هذه التحزبات والإصابات الإسلاموية والتطرف وأيضا محاولة القفز على السلطة يجب علينا أن نرجع لعام 2011 ما حدث في الكويت بعد ما يسمى بالربيع العربي حتى أرادوا السير إلى القصر الأميري في مظاهرات حينما أرادوا تحطيم السلطة والإخلال بالعقد الاجتماعي الكويت حينما تأسست كدولة تأسست حسب التوافق الاجتماعي ما بين أطرافها وكانت تجربتها جميلة جدا في الخليج ولذلك كانت منارة فكرية وإعلامية وغيرها ولن تستمر حينما تغولت السلطة الأحزاب الإسلاموية وأيضا القبلية المتطرفة وأيضا مصالح التجار الفاسدة وأصبحت هناك دمرت بلد من أغنى بلدان الأعلم أستاذ حسين جمال الأعلم إذا كان لديك تعليق على ما تفضل به الأستاذ عبد العزيز هنا في الستوديو وأضيف عليه أيضا هل تعتقد أن السبب في هذه القرارات المختلفة الآن أو هذه المراجعة أو تغيير المصار هو الإسلام السياسي الذي حاول ربما تغيير مصار الدولة الكويتية وهل هذه القرارات بالفعل ستعيد التجربة الكويتية ربما إلى مصار التنمية والابتعاد عن حالة التعطيل والجمود التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية وجعلتها ربما تتأخر قليلا عن تجارب شقيقاتها الخليجية لا أنت جامل تأخرنا كثيرا المشكلة في الكويت أن أولا سمو الأمير لم يعطل الدستور عطل بعض المواد المتعلقة بمجلس الأمة الحريات لا زالت المادة 174 التي تتعلق بالحريات لم تعطل الحريات موجودة وفق الدستور وفق القوانين وفق القوانين التي صوت عليها مجلس الأمة مجلس الأمة هو نفسه الذي صوت ضد قوانين تتعلق بالحريات الإلكترونية مثلا مجلس الأمة يوم الأيام صوت لأعدام الموسيقى هذه القوانين هي التي تؤدي بتراجع الحريات في الكويت وليس بالرغم من أن الدستور الكويتي يقول إلى مزيد من القوانين يجب أن تكون إلى مزيد من الحريات ونفهم ما الذي حصل ونريد للحوار أن يكون بشكل مباشر كما ذكر الأستاذ عبدالعزيز كان هناك إعجاب خليجي بالتجربة الكويتية كما تفضلت وحتى في الوطن العربي كنا متأثرين بالمجلات التي تصدر المجلات العلمية والصحافة التي تصدر عن الكويت وعن الأعمال التلفزيونية والدرامية وحتى الإذاعية أيضا القادمة من الكويت وعن التجربة السياسية الحاصلة في الكويت والحرية التي كانت تحصل في البرلمان والنقاشات في برلمان عربي مثل المجلس الأمة الكويتي ما الذي حصل؟ ما علاقة الإخوان أو الإسلام السياسي بتعطيل التجربة الكويتية؟ الإسلام السياسي يريد أن يقفز على السلطة والسلطة هنا محددة وفق الدستور الكويتي محددة بأن السلطة عند سمو الأمير وأن الأمير أبو السلطات وأن الإمارة من ذرية مبارك من آل الصباح الكرام إذن هناك ترتيب ودستور واضح وبنود دستور واضحة لكن هناك من يريد أن يقفز على هذه البنود هناك من يريد أن يتحدى السلطة هناك من يريد أن يشغل الناس في قضايا تؤدي بالنهاية إلى تراجع الدولة اليوم أرجع أقول لك بأن سمو الأمير حذر أكثر من مرة في خطابات مباشرة إلى مجلس الأمة وإلى القوى السياسية في البلاد لكن للأسف لم يستمع أحد إليه لم تستطع السلطة أن تتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هناك دفع إلى الوصول إلى حافة الهاوية ولذلك سمو الأمير اتخذ قراراً باستكمال المسيرة الديمقراطية بحلول فعلية وعملية وهناك للأمانة هناك ارتياح شعبي لهذا القرار أنا هذه النقطة التي أردت الوصول إليها الحقيقة شعبياً الآن نعم أستاذ عبد العزيز الخميس تيار الإسلام السياسي يعزف على وطر الدين وهذا الوطر مهم جداً بالنسبة للغالبية العظمى في العالم العربي وهناك أيضاً نظرية أثبتها الواقع والتجربة أن الإسلام السياسي ناجح في مجال الدعوة في مجال التجييش ولكنه فاشل في العمل السياسي عندما يستخدم هذه القوة في الدعوة والتجييش في العمل السياسي فإنه يفشل في كل التجارب الآن شعبياً في الكويت وسياسياً في المنظومة التجربة الكويتية ما المنتظر ما المتوقع من انعكاسات بهذه القرارات وما الذي سيحدث خلال هذه المودة التي يمكن أن تستمر لمدة أربع سنوات تعلق فيها مواد الدستور ويجمد فيها عمل مجلس الأمة كما تحدث زميلي من الكويت الأمير الكويتي الأمير مشعل سيظل محتفظ ببنود الدستور وفي منع الحرية في الحوار وفي داخل المجتمع الكويتي ولن نتخلى على ذلك لأن هذه طبيعة المجتمع الكويتي لكن المسألة هي المعارضة تم تقليم أضافرها لأنها ليس لها أدوات في السلطة التشريحة الآن بعدما حل مجلس الأمة وبالتالي ستلجأ كما يلجأ الإخوان ويلجأ الأحزاب المتطرفة دائماً إلى ساحات التواصل الاجتماعي إلى إطلاق البيانات التنديد والتعرض للتجربة المقبلة هنا تبرز أهمية وقدرة الأمير والسلطة التنفيذية في الإسراع خلال المدة القادمة في نقل الكويت إلى مصاف الدول الخليجية التي تخلفت عنها وأنا أثق تماماً وأظن الشعب الكويتي ما رأينا من الارتياح داخل الشعب الكويتي أنهم يعرفون جيداً أن هناك قدرات كويتية ستستطيع أن تقدم حلول ناجعة للكثير من الملفات المعلقة والمجمدة داخل الكويت بسبب هذا الصراع ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية طالما أن هناك أمير عادل وأمير محق في أحكامه وأمير يرى مصلحة بلده في أن يكون هناك تنمية واستقرار وتقدم فبالتالي سيستطيع الفعل ووجود الدعم الشعبي له مهم جداً ولكن لن تؤثر تلك الأصوات المتطرفة لأنها لم تؤثر لا في السعودية ولا في غيرها من الدول القريبة من التجربة الكويتية وأنت تتحدث أستاذ عبد العزيز أنه الآن الرهان على ما الذي سيتحقق اقتصادياً في إحدى الدول أعتقد من الدول العشرة الأكثر تصديراً للنفط زي ما قلت قبل شوية إذا تحقق الرخاء ساعتها يعني يكون هناك الارتياح الشعبي سيدوم وكما قلت قبل الأخوان لا يستطيعون أن يقدموا حلول وثبت في الكويت هم كانوا وزراء وكانوا داخل السلطة التشريعية شطرين في الدعوة في المساجد الآن سيجدون مجالهم في التنديد وفي الاعتراض وفي استياد الأخطاء ولكن على الكويتيين الشرفاء والسلطة التنديدية أن تقدم حلول ناجعة وسريعة بدعم طبعاً خليجي وشعبي حلو أستاذ حسين جمال ماروكا في هذه النقطة هل يمكن في الكويت هل يمكن أن يتحقق خلال هذه المدة التي قد تمتد لأربع سنوات أن تتحقق فيها نهضة عودة للتجربة الكويتية لمسار التنمية والرخاء وبالتالي تفوت الفرصة على الإسلام السياسي للمتاجرة بالمظلوميات التي دائماً ما يسوقها بعد إبعاده عن المشهد السياسي بعض التيارات الإسلامية مثل حزب الأمة اليوم ندد في هذا الموضوع ولذلك أنا أقول لك هناك تماسك شعبي هناك جبهة داخلية تقف خلف سمو الأمير الأمير لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة إلا أن الوضع كان لا يسمح الكويت كلها تقول لماذا نحن متأخرون على أقل التقادير عن دول الخليج الكويت كانت متقدمة ولليوم المفروض تكون متقدمة على الجميع في محيطها لكنها تراجعت كثيراً بسبب الوضع السياسي بسبب التيارات الانتهازية بسبب بعض التجار الانتهازيين بعض المتنفذين هل يمكن أن تقرب لنا الصورة أكثر من فضلك أستاذ حزين أسباب ذلك المفروض أنه عندما يكون هناك ديمقراطية في البلد مع أن تكون فيه محاسبة ودائماً كنا نشهد في مجلس الأمة الكويتي مساءلات عسيرة لوزراء وحتى رغبة في مساءلة وزراء من العائلة الحاكمة المفروض أنه هذا المناخ الديمقراطي تحدث منه تنمية يعني لماذا لم يحصل تنمية رغم وجود كل هذا المناخ في الكويت شوف قبل التيارات الدينية أن تصل إلى مجلس الأمة كان هناك مجلس الأمة وكان هناك تنمية وكان هناك تقدم كويتي على محيطه لكن أنا أعطيك تجربة في الخمسة وتسعين أو ستة وتسعين عندما استجهب أحد أفضل والوزراء من الأسرة الحاكمة الشيخ سعود الناصر الصباح رحمه الله أحد فرسان حرب تحرير الكويت استجوب لقضايا يعني كتب أدخلت قضايا يمكن اليوم لما نتكلم عنها بعد عشرين سنة نقول إنها تافي لكن لأن هناك كان وزيرا يريد أن يطلق الحريات في البلد هناك حرب من تيارات وبالتحديد تيارات إسلامية لإسقاطه وحاولوا كثيرا جاهدين سواء كان في وزارة الإعلام أو وزارة النفط أن يسقطوا وزيرا من الأسرة الحاكمة من الذين يشهد الكويتيون جميعا بدوره في حرب تحرير الكويت وفي دوره في الوزارات التي كان فيها نحن نتحدث عن مشهد مشوه للديمقراطية وليس ديمقراطية نعم وهو على مر السنوات يعني على العموم الكويت اعتمد نظام نظام البرلمان البرلمان المنتخب منذ عام 62 هي تجربة كبيرة جدا عقود طويلة الأمر في السنوات الأخيرة بات يعطل تشكيل الحكومات يعني أنه عمل الحكومة الكويتية دائما ما يتعطل بسبب السجال الحاصل هذا وبالتالي يكون هناك تعطيل لقرارات مهمة بل هذا السجال عطل مشاريع رئيسية الداو كيميكل التي هي من المشاريع الناجحة اليوم استفادت دول أخرى منها في حين الكويت تراجعت ودفعت غرامة للشركة هذه المشاريع مثلها الكثير الكويت تراجعت عنها بسبب السجال والجدال السياسي نعم نحن نريد الديمقراطية نريد البلمان لكن لا نريده بهذا الشكل المشوه للديمقراطية والحياة السياسية التي تعطل كل شيء آخر في البلاد بما فيها البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي والله أنا سعيد بهذا النقاش الليلة لأنه دائما يعزف كذلك على جروحنا في العالم العربي نحن نريد أن نكون شعوب تحظى بديمقراطية ويكون عندنا برلمانات منتخبة وأحزاب ويكون عندنا كذلك رخاء اقتصادي لا يمكن أن تجتمع الأمور كلها معنا يا أستاذ عبد العزيز أمار لكن يجتمع لكن يمكن أن من باب التسلية يعني لعشان أشوفك حزين على على الواقع الواقع المرير ممكن نخسر شيء واحد فقط تلك المساجلات السخيفة والكوميدية التي كانت تحدث في مجلس الأمة ذلك الضرب بالعقل والخلافات هذه نحن نفتقدها لكن ما سنرى سنرى استقرار سياسي سنرى برنامج تنموه قوي جدا بوجود رجال الكويت الشرفاء الذين يعرفون أن مصلحة الكويت هي في العمل يعني في التنمية في إيقاف الفساد لكن سنرى العزيز باختصار الوقتية يكاد ينتهي أشرت في نقطة مع الأستاذ حسين في الكويت التيار الإسلام السياسي شاطر جدا أيضا في موضوع المظلوميات والتنديد بس الناس ملوا من هالبكائيات والمظلوميات لأنهم مظلومين في كل مكان جربوا فيه الحكم جربوا فيه السلطة وحتى مشاركات السلطة لم يبقى بلد دخلوا فيه وخرجوا بفساد بمشاكل بفوضى وآخرتها الكويت البلد الأغنى في العالم العربي صحيح آخر نقطة كذا أقل من ثلاثين ثانية المحت قبل قليل في كلامك أستاذ عبد العزيز على أن هذا المصار في الكويت سيكون فيه دعم من دول خليجية نعم الكويت هي البوابة الشمالية لدول الخليج العربي وهي جزء من أمنة واستقرار ومصلحة الكويت والشعب الكويت هي من مصلحة دول الخليج وأظن التأكيد الإماراتي اليوم عبر رئيس دولة الإمارات في اتصال الهاتفي يؤكد تماما أهمية استقرار الكويت وأن الجميع في الخليج يقفون مع مصالح الكويت مع شعبها واستقرارها وأمنها وأيضا مع أميرها والأمير مشال أستاذ عبد العزيز أنا سعد كثيرا بمحاورتك هذا أول لقاء يجمعنا منذ انضمامي إلى أسرتكم أسرة سكاي نيوز عربية أسرتنا الآن أشكرك أشكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز الخميس محرر الشؤون الخليجية في سكاي نيوز عربية والأستاذ حسين جمال الكاتب الصحافي مباشرة من العاصمة الكويت ترجمة نانسي قنقر